السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكفير بالقتل على عكس الفهم الصحيح لهذه الآيات وضف الشحات خلال لقائه على فضائية صفا في برنامج استوديو صفا مع الإعلامي محمد صابر من كفر بنبي من الأنبياء يكفر بإجماع أهل العلم ولو أن هناك شخص شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال أن عيسى عليه السلام ليس برسول أو أن موسى عليه السلام ليس برسول يكفر لأنه كذب القرآن الذي أثبت نبوة عيسى وموسى عليه السلام واستنكر أن هناك من يدعي أن التكفير يعني القتل قائلا وهنا في قضية الكافر الأصلي لا يلزم أن تصفه أنه يهودي أو نصراني أو أي ملة من الكفر لا يلزم أن تقول بقتله فمن الممكن أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنة أو حربيا وله عهد مؤقت كأن يكون سفير دولة في حرب ويدخل البلد بأمان بل يجب علينا حراسته حتى يعود إلى دولته وحذر الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية من بدعة التكفير التي يروج لها تنظيم داعش وغيره وأكد أن التكفير له ضوابط في الإسلام وليس مفتوحا بهذا الشكل المسيء كما يفعل البعض وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية إن من يقول إن الإرهاب لا دين له يقصد أنه غير ملتصق بدين معين حتى ينفيه عن الإسلام مشيرا إلى أن بعض الأهل الديانات الأخرى مارسوا الإرهاب وهناك شواهد تاريخية كثيرة واستنكر الشحات ما يفعله البعض من تحميل الأزهر وكتب السنة والتراث تبعات ظاهرة العنف والإرهاب وأكد أن من يهاجم الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم هو متطرف وقال الشحات إننا ابتلين في زماننا بأن أحد الأشخاص يريد أن تكون الشريعة خاضعة للتصويت مشيرا إلى أن أحد الإعلاميين أراد عمل تصويت بعنوان هل توافق على مساواة الرجل والمرأة في الميراث مؤكدا أن هذا لا يصح شرعا وأوضح أن هناك قضيتان رئيسيتان لا يمكن الاختلاف حولهما وهما التكفير والصدام مضيفا أننا نتحاشى التكفير بغير مكفر موضحا أن البعثة المحمدية جاءت وكان هناك يهود ونصارى فإن لم يكن هؤلاء على باطل فما هو سبب البعثة حينها وتابع المسلم لا يجوز له أن يسأل أو يشكك في أمر شرعي قطعي وارد في القرآن أو في السنة أما لو كان غير مسلم فالنقاش معه بالتي هي أحسن وأضاف أن المسلم لا يحتاج إلى دليل عقلي ولكنه يحتاج إلى دليل نقلي واستطرد أحيانا الإعجاز التشريعي في الإسلام يكون أحد مداخل دعوة غير المسلم إلى الإسلام فالكلام على أن النظام الاقتصادي في الإسلام وتحريم الربى وغيره يرى فيه كثير من الاقتصاديين أنه إعجاز تشريعي وحيدا نكتشف الآن الأضرار الناتجة عن أكل الميتة ولحم الخنزير نقول سبحان الله الإسلام حرمها في وقت لم يكن فيه هذه الأشياء ضرر في الظاهر قال المهندس سامح باسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور إن الحزب يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الوطن في ظل التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية مشيرا إلى أن خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة ستكون على عدة محاور الأول منها زيادة مساحة التواصل المجتمعي بأنواعه الثقافي لتصحيح ومواجهة الأفكار المنحرفة وكذلك المتميعة التي تؤثر على السلوك العملي والأخلاقي للكثير من شباب الوطن سواء بالإفراط أو التفريط والذي يهدد بدوره تماسك المجتمع ووحدة بنيته والخدمي للمساهمة والمشاركة قدر المستطاع في تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية التي تئن من الأزمة الاقتصادية نجح خالد أبو خطيب ومحمد صلاح خليفة نائب حزب النور عن دائرة أبو المطمير وحوش عيسى في الحصول على الموافقة بإحلال وتجديد محطة جاناكليس لمياه الشرب بعد تهالكها وتوقفها عن العمل مما أثر سلبا على منطقة جاناكليس وكبري مسعود والتفتيش وشرارة ومنطقة ثروة نلتقى اليوم الاثنين محمد صلاح خليفة الدكتور إبراهيم خضر أبو قرن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك لبحث المشكلات التي تواجه مركز الشباب واحتياجات المراكز أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أن المرحلة التي يمر بها العالم العربي بالغة الصعوبة وتحتاج لتضافر الجهود وعدم السماح بتدخل دول أجنبية بقضايا المنطقة مشددا على أن الجامعة قادرة أن تخدم الأمة إذا أتاحت لها الأمة فرصة العمل لذلك علينا أن نتصالح ونتصارح قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالمملكة الأردنية رفع أسعار السولار بنوعيه والجاز والبنزين بمختلف أنواعه بمقدار عشر فلس للتر احتل معتمر باكستان المركز الأول من بين أربع جنسيات شكلت النسبة الأعلى في عدد المعتمرين الذين زاروا المدينة المنورة خلال موسم العمرة الجاري ووصلت نسبة المعتمرين الباكستانيين إلى 23 و53 من 100% يلذلك معتمر إندونيسيا بنسبة 15 و23 من 100% ثم معتمر الهند بنسبة 9 و35 من 100% وأخيرا معتمر مصر بنسبة 97 و92 من 100% بحسب العربية اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إفاد 68 إماما وقارئا من الأوقاف لنشر رسالة السلام في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان 1438 هجرية 2017 كدفعة أولى وذلك في ضوء رسالة الوزارة الدعوية السامية لنشر صحيح الإسلام ونشر رسالة السلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة في مختلف دول العالم أكد أحدث تقرير صادر تلقاه المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة حول تطور العلاقات التجارية بين مصر ودولة تونس ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى هذا السوق خلال الفترة يناير مارس 2017 لتبلغ 62 مليون دولار أمريكي وبنسبة ارتفاع قدرها نحو 75% مقارنة بقيمة صادراتنا خلال نفس الفترة من عام 2016 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط رئيس قطاع البيع والتسويق بأحدى شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية وشخص آخر لاستيلائه ما على أدوية من الشركة بتسعة ونصف مليون جنيه قال صفوة مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه بوصول الطائرة الثالثة الجريدة من ترايزل بوينغ بي 737-800-NG ضمن صفقة الشركة لاستلام تسع طائرات فإن الشركة تتمتلك 23 طائرة من هذا الطراز مجمل أسطولها أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة رئيس جامعة جنوب الوادي عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة يوم السبت المقبل أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم الاثنين عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة العريش لمدة يومين بسبب إصلاح وصيانة الخط الرئيسي المغذي للمحافظة بمنطقة القنطرة شرق وذلك اعتبارا من غادين الثلاثاء وحتى الخميس المقبل أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور عن إجراء تجربة مرورية لإغلاق شارع 26 يوليو بوسط البلد في الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعة حرب وحتى شارع رمسيس وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمتر الأنفاق لربط الخط الثالث لمتر الأنفاق إنبابا مطار القاهرة مع إجراء تحويلات مرورية وسط المدينة انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر